ولكن هذه قضية تانية تحسيس ومن بعد يجي الرضع ونذكر باللي ارانا في مرحلة التحسيس حتاني 31 ديسمبر من بعد نولى الرضع والرضع راهو يكون قاوي مبقاش درك ارانا حسسنا عنا درك اكتر من عام درنا يعني للواتفينانس كمبليمانطي عمتاع 2015 اللي فيه التسهيلات ما ما كانش داري بالتأخر ما كانش ما كانش ما كانش كان غير تسهيلات درك الناس هزم يفهموا 31 ديسمبر عندهم تسهيلات اللي يجي ما عندوش يعني ما ما يكونش الرضع يقدم الاشتراكات تاعه قادر يشري السنوات الماضية على الأقل يدخلوه في من حتى قاعد ما عندوش ضاري بالتأخر هذي كل تسهيلات اللي كانت ولكن بعد كان الرضع بالنسبة يعني الارباب العمل اللي ما مش قاعدين يعني يديك الاخبار يعني يخدماتهم ما يصرحوش بعمالي أولا اليوم كاين اجتماع المفتشين تاع العمل اللي راحين يروحوا في الميدان بعد جنوية من 2 جنوية يكونوا في الميدان إنسان اللي ما يصرحش راو قادر يدخل الحبس ملازمش نساوها وعندو النماند كيف يعني واحد يقبل به واحد عامل يخدم عندو راو قاعد يخدم عندو ويكون يعني يخليه يخدم وولاده يمرضه الله هو يمرضه الله يسرع له أكسيدون الخواهي الله بدون ما يتحير عليه يعني على الأقل عطي حقه بالنسبة غير أجراء سبحان الله راو يخدم فيه رزقه وهذا عندو أولاده وعندو عائلته ونعرفه باللي كل إنسان يقدم اشتراكات تكون تغطية بالنسبة له بالنسبة الزوجة اللي تخدم الله تنكيد الزوجة والزوجة بالنسبة الولاد بالنسبة الوالدين تاع الزوجة والوالدين تاع الزوجة ولو بماملو كان واحد عندو أخته ولا حاجة اللي ما عندهاش ممكن تكون عنده تغطية شوف يعني ضمن اجتماعي كيف فارد جينيرو